تبدو ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنفة إرهابياً وأذرعها في دائرة الاستهداف التركي من جديد لا سيما بعد فاجعة تفجير شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح وما أعقب ذلك الحادث من ملاحقة للجنات والقبض على منفذة الهجوم وشخص آخر على اتصال بميليشيا قسد في منطقة عين العرب شمالي سوريا الاتهام التركي لميليشيا بيكاكا وأذرعها في الشمال السوري عبر عنه وزير الداخلية سليمان صويلو بالتأكيد على استمرار العمليات الأمنية دون توقف حتى تطهير جبال آغري من الميليشيات الإرهابية إذ أن أنقرة تعد هذه الميليشيات تهديدا لأمنها القومي وتلوح أنقرة منذ أشهر بتنفيذ توغل ثالث في الأراضي السورية بعد عمليتي مخلب النسر ومخلب القفل في الشمالين السوري والعراقي والهدف هو ميليشيا قسد التي تتلقى دعما غربيا سخيا إلا أن ضغوطات واشنطن وموسكو جنب الميليشيات حتى الآن عملا عسكريا واسع النطاق من الجيش التركي في منطقتين شرق الفرات وغربه في سوريا ويرجح محللون للشأن التركي أن توغلا تركيا بريا شمالي سوريا بات محتملا وأن دوافع أنقرة باتت أقوى لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق لا سيما وأن العملية على أجندة القوات المسلحة التركية منذ أشهر وقد تستهدف العملية التركية منطقة عين العرب كوباني في ريف حلب الشمالي الشرقي بعد تلقي منفذة التفجير تدريبات من قبل ميليشيا بيكاكا في هذه المنطقة بينما يرى آخرون أن الرد التركي ربما يكون جويا بحتا بداعي حماية الأمن القومي شكرا